وفي الحديث عندكم عن عامر بن سعد عن أبيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزورا ضيعة الطريق فيها ماء طيب فنزل النبي بها فلما كنا قريبا من عزورا نزل صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه فدع الله ساعة اللهم 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 ثم خر ساجدا فمكث طويلا طول السجود في هذه الساعة ثم قام رفع يديه رفع دعا 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 فدع الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا أول سجد وثاني سجد ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا هذه ثالث مرة ما هي ثم قال إني سألت ربي وشافعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي صلى الله عليه وسلم تلت الأم يدخلون الجنة هذا ما أعطي النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي فأعطاني ثلث أمتي تلت التاني يدخل الجنة كل فخررت ساجدا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي فأعطاني الأخيرة فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل شفع النبي بكل أمته فكل أمة النبي يدخلون الجنة من آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وآمن بالقرآن من قال آمنت بالله آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا واجبت له الجنة